نشاط مكثف لرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع على المستويين المحلي والدولي فاستهل رئيس بداية الأسبوع باستقبال المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي بقصر الاتحادية وهو اللقاء الذي خلص إلى التوافق على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولا إلى مخرجات مؤتمر برلين اللقاء عن توافق القيادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو زبي وأخيرا في برلين وفي مؤتمر صحفي بحضور صالح وحفتر حذر الرئيس السيسي من بحث أي طرف عن حل عسكري للأزمة في ليبيا ويهمني أيضا أن نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية أكرر وحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية واتساقا بالشأن الليبي تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي بحث خلاله تطورات الملف الليبي بعد صدور إعلان القاهرة حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجية الثابتة تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي محليا اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكانة منظومة الضرائب حيث وجه الرئيس بالتوسع في ميكانة منظومة الضرائب لإنشاء قواعد بيانات دقيقة تساهم في حوكمة وصون موارد الدولة وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي اتصال هاتفي مع نظيره روسيف لادمير بوتين استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجية الثابتة تجاه القضية الليبية والذي جسدته مبادرة إعلان القاهرة التي أشاد بها الرئيس الروسي كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً آخر مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل حيث تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية لمبادرة إعلان القاهرة حيث رحبت المستشارة الألمانية بالمبادرة التي تراها امتداداً لمصار مؤتمر برلين مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية وفي منتصف الأسبوع استقبل الرئيس السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وترأس اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استعرض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة وقد صدر عن الاجتماع بيان بشأن سد النهضة أكد على موقف مصر المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان وأرسل الرئيس السيسي برقية تعزية في وفاة الرئيس البورندي بيير نيكرونزيزا الذي وصفه بالزعيم الوطني الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب تناول ملف سد النهضة والقضية الليبية حيث أعرب ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا وفي اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين تبع الرئيس السيسي موقف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى الدولة وإجراءات تأمين طلاب الثانوية العامة حيث وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحانات وفي قمة أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة نتائج القمم السابقة بشأن تدعيات انتشار وباء كورونا على الدول الأفريقية أكد الرئيس السيسي أن مواجهة الجائحة تستدعي التعاون الوثيقة بين الدول الأفريقية في إطار شامل إن مواجهة الأزمة الرهنة تستدعي التعاون المتواصل بين دولنا في إطار مقاربة شاملة للحد من الآثار والتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في إفريقيا كما أكد الرئيس ضرورة الاستمرار في دعم الأطقم الطبية الأفريقية في مكافحة انتشار كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية ضرورة مواصلة دعم الأطقم الطبية الأفريقية في مكافحة تفشي فيروس كورونا والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية